كلمتي الألمانية الأجمل شو يعني لوتت؟ هذا بده كلام دقيق هاي صعب تفهمها بالقواميز جدا صعب جرب بتشوف قديش هالموضوع صعب جدا بتفوت بدوامة وهي كلها تلت معاني دقيقين وحلوين المعنى الأساسي من حتى دك تشوف هلأ في أفعال تاني كمان بتشبهها وكيف بيشتركه يعني شغلة بتصير معقدة اذا انت معا بتفهم الفهم الدقيق بتفوت عليك القصص ببعضها بتصير مو فهمان شي من شي يعني بصير بتحكي مع العالم وانت كل مرة بتقول والله يمكن هيك قصدون اما هيك ما نحكي بشكل دقيق فلاوتين اكيد سمعالين هالكلمة كتير بسيطة بس شو معناها الدقيق له منطوق او نص معين يعني هالمثال هاد كاينة اكس بغيمنتي هالجملة هاي المحطوطة بين علامتين اقتباس لتبين انه انت عاملها كنص متل ما هي بدون ما تفهم معناها بدنا اهم شي تعاملها كنص كحروف دائما انت بيحطولها كلامتين اقتباس عاملها كمجموعة من الحروف ما بيهمنا معناها بيهمنا هاي حروف متل ما هي كذا عاملها معاملة معينة اذا لا تجارب هكذا كان نص الشعار حتى اذا بدك انت ترجمة ترجمة دقيقة بتحط كاينة بتحط هالجملة هاي متل ما هي هون حتى لما بترجمة العربي لانه لانه عم تقول انت نص الشعار نصه يعني حروفه فيفترض ما ترجمة بس انت بتقول لهم مثلا العربي بتقول لهم هني اصدن انه لا تجارب بس لما بتقول هكذا كان نص الشعار خلاص هذا نص يعني لا تفهم لي شي فيه ولا بيهمنا بيهمنا حروفه نصه شايف بتحكيه بتحكيه بحروفه تماما بدقة هكذا لاو تي تي ماضي ماضي الشعار هكذا كان نصه الشعار شو يعني منطوق او نص نص متل ما لك شايف نص يعني هيك بتنكتب الكلمة باعتبار اللي احنا هلا عم نكتب كتابة بالقاموس معناتها نص طيب اذا انا رحت لفظتلك ياها التلك يعني عم بيحكي حكي معك انا حكي تلك تلك عم بيحكي فهذا شو معناتها منطوق لاني عم بنطقة عم بيحكيه فا اذا لاو تين هي منطوق او نص المهم منطوق ولا نص يعني القصد هو الحرفية يعني متل ما عم بنطق لك ياها حرفيا احفظها متل ما عم بيكتب لك ياها حرفيا يعني عفنا كيف اذا لاو تين يعني متل عم بيقول كيف تلفظ كيف تكتب كيف تلفظ بها المعنى بهمه الحرفية بس مو كيف تهجأ هديك لما بيقل لك كيف تهجأ حرفا حرفا هديك قصة تانية لما بتقل له انت كا اي اي ان ستعب تهجي له ياها حرف حرف انت مختلفة صارت قصة مختلفة لما انت بتهجي حرف حرف هدي غير قصة هاي لاو تين هاي نص الشيء منطوقه طيب هذا الاساس هلا المعنيين التانيات تبعاته المعنى التاني يعبر عن انطباع محدد عن صوت ما وبكيفية محددة بتقول مثلا دي ناخ غشتن لاو تيتين شليشت صار بهمك الكيفية كيف كان اللاو تيت تبعه كيف اللاوتين كان شليشت كان سيء فهون ما في نص معين هون كيف بدت الاخبار تبدو يعي صار بمعنى يبدو 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 الاخبار كانت تبدو سيئة الاخبار كانت تبدو سيئة او بدت لانه هي ماضي طيب اذا هون صارع بهمه كيفية اللاو تين كانت تبدو سيئة او بدت سيئة بس هون ما بهمه انه حرفيتها انه وضع الاخبار يعني حرفيتها لا هو اصده انه كيف تبدو بس طب شو دخل بلاوتين مدام لحنا انه كل المعاني بتصب دائما بمعنى واحد شامان كتر معاني فهو الاصل انه منطوق او نص معين يعني النص فاصده هو انه نص الاخبار لانه الاخبار اما تكتب واما تلفظ اما بيحكوها بالازاعة او بيحكوها بالتلفزيون او بيكتبوها او اتنية سوا فلانه هيك ولانه هو يعني لانه هي منطوق او نص ولانه هو عب يحكي عن النص تبعها يعني مو عن شكل المزيع ولا عن موديلو ولا عن قصص معينة عب يحكي عن نص تبع الاخبار بالضبط لانه هي كتابة او ملفوظة فلذلك استعملوا لاوتين يعني بتنفذ عليها بالنهاية بس هون مشان يحكو كيفية اللاوتين كانت سيئة يعني الاخبار الاخبار يعني كانت سيئة كمضمون يعني بمعنى تاني عندما كان يستمع لصوت الاخبار او كتابتها يراها وجد ان مجملها تشير الى المصائب مجملها الاخبار تشير الى المصائب اذا هذا المعنى التاني لها احفظوه تماما ما بتلاقوه هذا بولا مكان لانه هل اشوفوا تداخله مع افعال تاني المعنى التالت والاخير له مضمون معين يعني شلون مثلا داس وطايل لوتت اوف اختزن موناتة جفنجنس يعني الحكم حكم المحكمة ينص ينص على ثمانتعشر شهر سجن يعني في فرق بين بس انه بالنتيجة واحدة بين نص الرسالة كذا مثل هذا اول شيء نص الشعار هو كذا كذا بالحرفية بك تذكره لانه هذا نص بينما لما بتقول انت انه ينص على ينص على الحكم ينص على شو اصداك؟ يعني مضمون الحكم فحوى الحكم فحواه مضمونه ينص على عرفنا كيف؟ طيب اذا فهمنا انه هذا معنى ثالت بس طب شو دخله بلاوتين؟ كمان لانه الحكم المحكمة يا بيحكي القاضي بيتمو يا اما بيكتبو كتابة فلذلك لاوتين عرفنا كيف؟ اذا هاي تلت معاني للاوتين اذا اذا هون شو صارت اي معنى منن هون؟ لاوتت وحطوا الكلمة بين علانتين اقتباص معناتها متل اول واحدة تبع نص الشعار معناتها قصدن الكلمة اكتر كلمة المانية هو بيحبها او حلوة او كذا شبهها نصها كذا نصها كذا تكتب كذا شايفين؟ نصها او تكتب هذا الترجمة الدقيقة لذلك حطرلك ياها بهالشكل اذا هاي احلى كلمة عنده انه شتاغن شنوبة شو شتاغن شنوبة؟ هو النيزك او الشهاب الذي يرى بالعين المجردة هذا ما بتعرفوه الشهاب والنيزك هذا اللي بيكون بالسماء بيكون جرم سماوي بيدخل مسلا كوكبنا الارض وبينفجر بقرنة معينة شوفوا هون هالفعل هاد كيف ممكن يفوتوا الافعال ببعضا هداكي لاوتين هادا كلينن يعني القي بتحاول ما بتوضحها كلينن بس شبق بتشدد الان ما هي القي اجت مشان تقل الان دائما شبه قاعدة بهيك حالات خاصة هم بتجي بآخرة يعني كلينن كلينت طيب شوفوا هون لانه هون كمان عب يقول كيف تبدو الألمانية طب هني كيف تبدو؟ لاوتين وهون كيف تبدو؟ بس فكرك بيسامحوك الألمان انت زا انت قلت كيف تبدو؟ هيك هاي قمت هالكلمة حطيت هالكلمة انه كله نفس الشي لا في كيف تبدو لكيف تبدو مختلفة شوف كيلا كلينن الى اربع معاني المعنى الاساسي في كلينن يصدر صوتا من الكائن ذاته لطيف على الازن غالبا صافي وواضح يعني عالي شوي الصوت واضح وبيستمر لوقت قصير متل اذا انت كاسات زجاج طرقوا ببعضن وهم بيطلع صوت حلو وواضح وقصير يعني بس هيك ترق وخلصت ما انه ساعة بيعمل غنية ف اذا صوت الكاسات لما بينطرقوا ببعض صوت واضح وصافي وحلو لطيف على الازن يصدر من الكائن ذاته يعني طالع من الكؤوس نفسه مو انه طالع من الجو اللي حواليهن او حدا من الجيران طالع من الكؤوس ذاته وبيستمر لوقت قصير رنة فهذا اول معنى هذا المعنى الاساسي اذا شوف ارقوا عن لاوتين هذا بالاصوات متخصص هداكة متخصص بالنصوص بالكتابة ممكن يجي كصوت بس حتى الصوت عبيركز على كيفية النطق الحروف يعني بالنهاية له علاقة بالنص اكتر حرفي يعني هذا مالو علاقة هذا صوت بس شوفوا التقاطع مين بتقاطعوا سواء المعنى التاني له صوت معين يعني كمان صوت متل معنى الاساسي بس هوني عم نحكي عن حالة هذا الصوت متل هنيك لما حكينا عن حالة النص هون حالة الصوت فحالة الصوت لما بيكون لبيانو مثلا عب يعطي صوت غير نظامي يعني هاي حالة الصوت كيف عب يعطيها اذا عب يعطي صوت غير نظامي فاشتمت غير نظامي طيب المعنى التالت يعبر عن انطباع محدد عن صوت ما وبكيفية محددة هون اشتركوا اشتركوا سوا هون انطباع محدد صوتها يبدو رزينا هادئا اذا كيف قلنا هنيك تبدو الاخبار سيئة بس لاحظوا هنيك تبدو الاخبار سيئة هون يبدو صوتها رزينا هادئا نفس الجملة هون للإفاق كتبناها هنيك بس هنيك في فرق كبير عن هون شو هو هنيك لاوتين عب يحكي عن الأخبار ما له مهتم بصوت الأخبار مهتم بالنص تبع الأخبار بالفحوة تبع الأخبار بالنص فلذلك قال يبدو يبدو كذا سيئة تبدو الأخبار سيئة هنيك مهتم بنصة هون كمان يبدو لكن هون مهتم بصوتها بحد ذاته بغض النظر عن النص شو عب تحكي ما بهمو بهمو نبرة الصوت كيف هي فيبدو شوفوا التقاطع بس ما بصير تعطي هاي لهاي ما بصير هون تقول لاوتين وهنيك كلينن شوفوا الدقة بالمعنى المعنى الرابع والأخير كلينن يعبر عن نفسه على نحو قابل للإدراك ومسموع مثل يبدو الخوف والاحتقار في كلماتها يعني من نبرة صوته عبرت عن خوفه من هالشخص واحتقاره له بنفس الوقت فمن صوته مو من النص من صوته من النبرة تبع الصوت من النغمة تبع الصوت بيّن معه معاني هالمرة معاني خوف واحتقار معاني إذان فرقت عن اللي قبله فهمنا كيف؟ طيب نجي هدون هنا معاني كلهم تبعا فهون لما بيقلك ذي كلينت دويتش كيف تبدو الألمانية تمام؟ فيا ترى أصده كيف تبدو الألمانية كنصوص ولا كصوت كنغمة كنبرة اكتبوا الجواب لو سمحتوا على السريع أصده هون كيف تبدو الألمانية من حيث النصوص ولا من حيث نبرة الصوت من حيث نغمة اللغة من حيث موسيقى اللغة هاي كلينت من كلينن وهديك لاوتن ولاوتت إذن اكتبوا لبينما تصلني الكتابة نكمل الدرس كلها هتكون دائما لازم تكتبوا خطأ صح مهم تشاركوا حتى تتمرن ويلي بيأخطئ هو الشاطير إذن نكمل بيرجع بيسأل كيف تبدو اللغات كيف تبدو اللغات ما رأيك لأنه مو معقول لسه هلأ سأله يكون قصده ماذا تعني يعني ماينين ماذا رأيك بس إذا كان قبل حديث بيقله شو بتعني بحديثك بس هلأ لسه بيسأله ما لحا يحكي شيء معناته ما رأيك هغن زي و ماخن زي نوتيتسن استمع حضرتك واصنع الملاحظات نوتيتسن إذا برافو عليكم كل ياتكن قلتو نبرة الصوت دغمة الصوت إلى آخره شايفين هالدقة هاي انت حاول تسأل استاذك بالدورة بالكورس شو الفرق بين وبين احتمال يقدر يجابك بشكل بسيط احتمال ما يقدر يعني بس انه يجابك بهالدقة كلها هاي هالأربع معاني وكذا ده شبه مستحيل إلا يكون دارس دراسات كتير خاصة فأنت هلأ لقط المعنى الدقيق برافو ستعرف هيندك تحطى الكلمة ولما بيسألك ستعرف شو قصده هلأ قالك مو بتروح مخك انه كيف تبدو اللغة تقول والله يا اخي حروفها مسلا طويلة حروفها لك ومع بيحكي لك على الحروف والله هي نصة بسا من كتب من اليسان اليمين ومع بيحكي لك على الحروف مع بيقلك وعب بيقلك على النغمة لأنه اتنين كيف يبدو طيب من الصفات طبعا كيف تبدو صوتيا لوت والله هاللغة عالية ضايجة صاخبة لا هاللغة لايزة خافتة منخفضة بيقل له وطي صوتك مسلا مخفضة يعني ما بتحتاج صوت عالي طبيعة اللي بيحكوا فيها ناعمة هاللغة ناعمة هاغت هاغت لا والله هاللغة آسية يعني هيكة لفظة على الاذن آسي شنيل سريعة لأنت لو مالك فهمان شي من اللغة بس تحسنوا عبي يحكوها بسرعة معتا شنيل أو لانجزم شعفين كيف تلوفز الجي لانجزم وكأن مالة موجودة بس لفظنا شيء منها يعني بطيئة لغة بطيئة هلا بنفسرها التفسير الدقيق ميلوديش يعني إيقاعي موسيقي يعني لغة إيقاعية هيكة فإلى وقع على الاذن حلو موسيقية كأنه عن نوطة معزوفة مهم موسيقية أو إيقاعية